السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع ثم أما بعد فأهلا بحضرتكم في الدرس الأول من سلسلة الدروس أولى الخطوات في قراءة المخطوطات وهذه السلسلة هي سلسلة في تعليم قراءة المخطوطات من البداية وصلى الله عليه وسلم أن تكون سهلة وميسرة وأن تكون بداية جيدة لمن أراد أن يدخل في تعلم قراءة المخطوطات أو أن يدخل في هذا المجال عامة سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في الطريقة التي سنسير عليها في هذه الدروس وما الهدف منها وطريقة الشرح وهذه الأمور أولا ما الهدف من هذه السلسلة أو لماذا أنا جعلت دروسا في تعليم قراءة المخطوطات قراءة المخطوطات مشكلة لكثير من الطلبة حتى يعني الطلبة المتخصصون في العلوم الشرعية حتى كما بيانت في الفيديو التعريفي بقناة اليوتيوب والذي سأضعه لكم في الوصف لأن فيه كلام مهم عن تعلم قراءة المخطوطات وأهمية تعلم قراءة المخطوطات فكما قلت لكم كثير من طلبة الكليات الشرعية تحديدا عندهم مشكلة بل ليست طلبة بل الأساتذة أيضا والدكاترة عندهم مشكلة في قراءة المخطوطات طيب ما سبب هذه المشكلات سبب هذه المشكلة أن البعض يظن أن قراءة المخطوط لا تحتاج إلى تعلم أصل أن الأمر هكذا يعني ادخل في المخطوطات وقرأ فيها وستتدرب بهذه الطريقة وهذا خطأ والبعض الآخر يذهب إلى الكتب مثل كتاب الأستاذ عبدالسلام هارون تحقيق النصوص ونشرها أو أي كتاب ألف في هذا الأمر يذهبون إلى الباب الخاص بالقراءة وبعموز القراءة وكسرات القراءة من هذه الكتب ويظنون أنهم بذلك قادرون على قراءة المخطوطات ومن جرب هذه الطريقة يعلم أن هذه الطريقة لا تعينه أو لا توصله إلى هذا الهدف أبدا بأي طريقة من الطريقة لماذا؟ لأنك يجب أن تقرأ في المخطوطات أو أن تنظر في المخطوطات خلال التعلم يعني من يعلمك ينبغي أن حين ينظر لك وحين يضع لك هذه القواعد أن يريك نمازج من المخطوطات على كل قاعدة لتعرف كيف يكتبون المخطوطات أو كيف يضعون هذه الرموز وهذه الاتصالات في المخطوطات وكيف يكتبون في المخطوطات مما سنتكلم عنه أيضا القواعد الإملائية وطرق النساخة وليس العلامات والرموز فقط بل طريقة الكتابة عامة في المخطوطات كيف كانوا يكتبون لأن هذه الطريقة مختلفة تماما عن طريقة كتابتنا اليوم طيب إذن هذا هو الهدف الهدف يعاني في الطلبة والباحثين الذين يريدون التعامل مع المخطوطات ولا يجدون دروسا ميسرا يستطيعون أن يبدأوا بها أو أن يتعلموا بها كيفية فراءة المخطوطات هذا هو الهدف من هذه السلسلة طيب ثانيا ما الذي سيتم مشرقه في هذه السلسلة مجموعة من أهم العلامات والرموز وطرق النساخات المخطوطات يعني لن نشرح كل شيء لأني أنا لماذا سميتها أصلا أولى خطوات حتى يكون هذا الاسم كافيا في بيان المرب منها أولى الخطوات هي خطوات أولى فقط تستطيع أن تبدأ لها وتستمر بعد ذلك إن شاء الله بعد أن تنهيها لكن تكون عندك يعني أساسات جيدة إن شاء الله تستطيع أن تبني عليها وسيكون هناك إن شاء الله بعدها إن شاء الله تعالى سلسلة أخرى فيها توسع في الأمور التي اختصرتها لأنني سأتكلم عن بعض الأمور باختصار الأمور التي سنتكلم عنها سأتكلم عنها في صورتها الأساسية دون تفريعات لا أريد أن أفردها وسأبين إن شاء الله كيف يعني سيسير الأمر فما سنتكلم فيه هو مجموعة من أهم من أهم القواعد والعلامات والاختصارات التي تستخدم في المخطوطات وطرق الكتابة وهكذا طيب ثالثا ما الفرق بين تحقيق المخطوطات وقراءة المخطوطات هذه الأمور قد تبدو مضحكة عند البعض لكن هذه الأسئلة تدور في ذهن المهترق البعض يظن أن قراءة المخطوط هو التحقيق وهذا يظهر في الإعلانات أحيانا على بعض المواقع وهكذا يعني الشخص يقول مثلا أريد رجل يحطط له المخطوط كذا مثلا هو يقصد القراءة ولا يستطيع أن يفرق بين الاثنين طيب ما الفرق بين الاثنين قراءة المخطوط هي مرحلة من مراحل تحقيق المخطوط طيب ما هو تحقيق المخطوط؟ تحقيق المخطوط هو أمر فيه عدة مراحل أو مقسم إلى عدة عمليات أولا اختيار الكتاب الذي سيحقق ثم جمع النسخ ثم ترتيب هذه النسخ ثم النسخ والمقابلة النسخ هذا هو بعد القراءة تقرأ ثم تنسخ تكتب على الورد أو تكتب في ورق أمامك هذا هو من تتلم عنك ثم بعد ذلك بعد النسخ والمقابلة تضع الفروق بين النسخ وتحرير النص الذي هو إقامة النص ثم تضبط النص لغويا بالكلمات التي تحتاج إلى ضبط لغوي وتقوم بالتكشيف وعمل دراسة للنص وهذه الأمور هذه مجموعة عمليات هذا هو التحقيق إلى أن تذهب بالكتاب إلى الطباعة وتعده للطباعة وينشر وعد ذلك طيب قراءة المخطوط ما أهميتها بالنسبة لهذه العمليات؟ أنت لماذا تحقق أصلا؟ يعني ما الهدف من التحقيق أصلا؟ إخراج الكلام المؤلف أو هذا المؤلف على أقرب صورة أرادها مؤلف صحيح؟ طيب كيف ستقوم بهذا الأمر؟ عدة عمليات من أهم هذه العمليات أن تستطيع قراءة كلام المؤلف أصلا قراءة صحيحة أن تستطيع أن تقرأ هذا الكلام قراءة صحيحة لأنك من ممكن أن تقرأ قراءة الخطوطة ولا تدري لأن الطرق التي كتبت بها المخطوطات ليست معتدة عندنا اليوم هم لهم طرقهم مثلا في وضع الهمزات وطرقهم وضع الهمزات في منتصف الكلمة وفي نهاية الكلمة والهمزات التي تضع على الوا وعلى الياء وعلى الألف كل هذا لهم طرق فيها وبعض هذه الطرق تشكل مع طريقة كتابتنا فتنتج خطأا كبيرا وقاعدة واحدة من القواعد مثلا إن لم تفهمها وهذه القاعدة إن تكررت في المخطوط أكثر من مرة فستكون كل مرة من هذه المرات خطأ وكما قلت لكم قبل ذلك من مسوغات إعادة التحقيق يعني التحقيق قد يحقق الكتاب الرجل ثم يحتاج إلى إعادة التحقيق مرة أخرى لماذا؟ لكسرة الأخطاء من مسوغات إعادة التحقيق التحقيق كثرت الأخطاء في القراءة لأنك إن قرأت خطأا ستنسى خطأ وهكذا فعملية قراءة المخطوط وفهم كيف كانوا يكتبون المخطوطات مهم جدا في إخراج المخطوط أو عمل التحقيق بشكل جيد وبشكل صالح لأن يسمى تحقيقا فهذه أهمية تعلم قراءة المخطوط طيب لماذا جعلت أنا هذه الدروس في تعليم قراءة المخطوطات فقط وليس في التحقيق عملة كما قلت لكم أنني أصنصت محققا ثانيا لأن هناك كثير من الدورات على الشبكة في التحقيق ثالثا أخطر أخطاء للمحققين تكون بسبب القراءة الخطئة هذه أخطر وأصعب أخطاء تحدث في التحقيقات وهذا أنا رأيته في عدة التحقيقات تجد خطأا كبيرا بسبب خطأ في القراءة أو أن المحقق تجيب مثلا في المخطوط شيء ولم يشر إليه وهذا الأمر تكرر ولم يشر فأحد أمرين إما أنه ليس عنده أمانة أصلا لأن المحقق أمين ينبغي أن تنقل للقارئ ما في المخطوط ينبغي أن يكون هو على علم بما في المخطوط طيب وجدت علامة معينة طوف كلمة وهذه العلامة لها دلالة معينة فأحد أمرين إما أنك لست رجلا أمينا من الأساس أو ثانيا أنت لا تفهم معنى هذه الكلمة أو هذا الاختصار يعني لا تفهم معناه ولا تفهم على أي شيء يدل وهذا كثير فينبغي أن يتدرب من أراد أن يدخل فيه التحقيق على القراءة الصحيحة للمخطوطات وأن يأخذ وقته في التدرب من الأسباب أيضا أن الدورات دورات التحقيق تجعل مثلا تجب مثلا يوما أو محاضرة لتعليم القراءة فتأخذ دفعة واحدة مجموعة كبيرة من العلامات والاتصارات وطرق النساخة فتخرج من هذه الدورة يعني يذهب كل هذا يعني أنك تأخذ الأمر دفعة واحدة ولا تتدرب عليه أيضا ولا ترى نمازج غالبا فتنساه دفعة واحدة أيضا لكن إن أخذته بتدرج وعلى فترات سيكون هذا أفضل من وجهة نظري طيب طريقة الشرح كيف سنسير في هذه السلسلة كالتالي مثلا شيء مثل الضرب سنأتي إلى شرح هذا فيما بعد إن شاء الله الضرب مثلا درس بعنوان الضرب ما معنى الضرب؟ الضرب معناه كذا صورته الأساسية كذا لأننا لن نذكر في تفريعات كما قلت لكم إلا قليلا عند الاحتياج شخص صورته الأساسية كذا ما علامته المميزة مثلا ثم نمازج من المخطوطات فقط هكذا فقط وسيكون الدرس إن شاء الله مدته رب ساعة أو تلت ساعة على أكثر تقدير لن يزيل على هذا لأنني لا أريد أن تكون هذه الدروس قويلة حتى لا تحدث مدلاً وحتى تستطيع أن تستمع إليها عدة مرات يعني إن شاء الله سيكون درس كل أسبوع تقريباً إلا إن حدث عزر أو شيء من هذا القبيل لكن غالباً سيكون درس كل أسبوع حتى ننتهي إن شاء الله وسيكون الدرس كما قلت لكم 15 دقيقة أو 20 دقيقة على أقصى تقدير إن شاء الله وستكون جمعة الدروس كلها أيضاً لن تزيل عن 20 درساً حتى لا أريد أن نطيل حتى ننتهي سريعاً ونقل في شيء آخر هذا بجانب جلسات القراءة أيضاً يعني هذه الدروس منفصلة عن جلسات القراءة التي أضعوها على القناة هذا اتجاه وهذا اتجاه آخر ومن الأفضل أن تسير في الاتجاهين معاً أن تستمع لهذه الدروس وتفهمها وأن تشارك في جلسات القراءة حتى تطبق ما نتكلم فيه ولشيء آخر مهم جداً جلسات القراءة هذه يكون فيها أمور لا تذكر في هذه الدروس وقد لا تجدها في كتاب لأن هناك بعض الأمور الغريبة التي يفعلها النساء فنفهمها في هذه الجلسات لأنها تأتيك هكذا أثناء القراءة فهذا أمر مهم من ناحية التطبيق ومن ناحية تكوين الملكة عندك وتكوين الخطوة طيب هل بعد الانتهاء من هذه السلسلة أكون قادراً على نسخ أي مفطوط وقراءة أي مفطوط بالطبع لا أنا أصلاً سميتها أولى الخطوة طيب ماذا سنستفيد كما قلت لكم مجموعة من أهم القواعد الأساسية التي تعينك على القراءة الصحية هذه مجرب بداية لكن ستكون أساس جيد إن شاء الله تعالى طيب ما الذي سنحصله بعد انتهاء هذه مجموعة الدروس هذه أمور أن تفهم فهماً جيداً كل العلامات والرموز والمصالحات التي سنأخذها في هذه الدروس ثانياً أن تستطيع أن تفرق بين المشتره منها أو المشكل منها لأن هناك بعض العلامات والرموز ستشتبه مع علامات أخرى فستستطيع إن شاء الله أن تفرق بين هذه المشترهات حين تأتي في المخطوطات وسنأخذ نمازج على ذلك إن شاء الله ثالثاً وسالثاً هذه لن نتوسع فيها أن تستطيع أن توظف هذه العلامات والرموز في معرفة رتبة النسخة التي معها توظيف هذا الكلام ولن نطيل في هذه الجزئية الأخيرة إن شاء الله لأن بعد ذلك إن شاء الله أنا أحضر لمجموعة الدروس أيضاً في ترتيب النسخ كيف ترتب النسخ؟ ما معايير ترتيب النسخ؟ طبعاً الأغلب عند الناس أو أغلب الناس يفهمون هذا الأمر على النحو التالي أن النسخ التي عندك ترتبها على حسب الأقدم أقدم نسخة تكون هي الأصل ثم ترتب بعد ذلك بالتاريخ وهذا يعني لعب أصلاً الأمور لا تسير على هذا النحو بل قد تكون أقدم نسخة هي أسوأ نسخة وقد تكون الأحدث هي الأفضل طيب كيف نعرف هذا؟ معايير معين سنأخذ بعضها في هذه الدروس في هذه الدورة إن شاء الله كيف توظف ما سنأخذه في معرفة ربط النسخ أو معرفة بعض المعايير التي تعينك على معرفة ربط النسخ التي معك إن شاء الله تعالى فهذا ما سنأخذه إن شاء الله وهذه فكرة عامة عما سنأخذه إن شاء الله تعالى في هذه الدروس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مفيدة لكم وأن ينفعني وإياكم بها في الدنيا والآخرة وسبحانك اللهم وبرحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفر وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته